السلام عليكم أهلا وسهلا مرحبا بجميع فيديو جديد وتنطيقات المحجبات وغير المحجبات موضة خريف إذا كنت أول مرة كتابت القناة وكذلك يحجبكم هذا المحتوى فمعليكم إذا كنت ضموا الاشتراك وتضغطوا على زل الإعجاب بالفيديو وتفعلوا جرس بشكة يوصلكم جديد الفيديو وشكرا لكم دائما الجديد في عالم الأناقة والتمييز والموضة للمحجبة وغير المحجبة بتنصيقات جميلة وجديدة ومتميزة وعصرية تركية عالمية وعربية مونتو جديد كذلك قردي كان وتنصيقات ودائما الهدف أنكم تعرفوا الجديد على الموضة وكذلك كيف أشقدوا بتمجول ملابس ديلكم حل هذا التنصيق هذه اللي خطرت فيها هنا يا فستان اللي كان أساسي كذلك خطرت هاد القردي كان اللي كيجيب هالتصميم دياله اللي كتشوفوا معي كيجي راقي وطويل وكذلك خطرت معه هنا يا بونطالون ديال الجين الألوان اللي جاج مميزة كذلك تصميم دياله من جيد الكميم اللي جديدة وحصرية كيف كتشوفوا معايا يعني وكيستاهل أنه يتلبس فات الفصل هذا هنا خطرت القري مع الأسود وكتشوفوا معايا أنه هاد التنصيق هذه خطرت فيها هاد قارتي كان بالأحمر مع تنورة بالبيج اللي كتشوفوا معايا أنه جت أنيقة جدا للخراجات ووجات راقية للعمل كذلك هادوا بعض الفساتين الخريفية والشتوية كيجي هنا بالقب كيما كتشوفوا كيجي مقبوطة من جهة الصدر شفتوا معايا جديد الموضة بالنسبة للمونطو وكذلك هاد نوعية ديال التصميم ديال المونطو يعني اللي جا أنيق جدا وعجبني أنا شخصيا كيجي حتف الكميم دياله جاو فيه بحل أزرار واحت اللون اللي جا راقي جا منطوه في نفس الوقت طويل ومحتجم وكذلك مريح في البيسة ديالتو وآنيقة بالنسبة لجاكت ديال الجين هنا يخترت أنا هتلبسها بزاف ديال الطرق يعني والتنصيقات أفكار جديدة بالنسبة لجاكت ديال الجين كيفش قدرت تلبسوها بالنسبة هنا يخترت هاد النوعية ديال الأسانتيوك بالأسود ديالها من فوق جاكت كذلك هاد الوالي اخترت هنا اخترت القرونة في الطريق واخترتو في الحيدة واخترتو في الحقيبة اليد بالنسبة هنا خطرت الغرافات مع شونيز مع هاد الطريق وليك يجيب حلقة على شكل في ذي وهنا هي الحقيبة اليد خطرتتها في الأحمر وهنا هي خطرت القرونة مع الأبيض مع الأسود بالنسبة لتنورة كتشوفوا معايا أنا هنسقط في الملابس ديالها مع هاد جاكت ديال الجين نبقاه في جو الطرنشكوت او لا بالنسبة للمعاطف هاد المونتو هاد الي كتشوفوا معايا بالأزرق يعني ليجا مميز في التصميم دياله من جيه الإيدين جا طويل وكذلك الألوان اللي لعبتها الأزرق مع البيج موضع جديد وفستان جديد هنا يا انثومبل كيتكون من جيلي مع هاد التنورة وكذلك مع هاد الشميز اللي كجيب حالها هكذا يعني تخوا ببيس كتشوفوا معايا كيجيب حالكا فيهم هاد الي بوتون بحالكذا وهاد التنسيق هاد الي خطرت في عدريك ولي كيجيب حلقار دي كان قصير هنا يا في هاد شويبات هاده مع هاد نوعية ديال البونتر اللي كيجيب مفتوحين من الرجلين تنسيقات كيف تقدروا تنسقو هاد لا فيز ديال الجري مع مجموعة من القطع الملابس هنا اخترت معها البلو سيال بالنسبة لشميز كذلك وهنا اخترت في الاسود وهنا ايا كذلك شميز اللي جات في البلو سيال وبالنسبة لحقيبة اليد الجديدة وانيقة ورقية في البسة ديالتا على تشكل هذا وهنا ايا اخترت حقيبة اليد اللي جات في الورنج وخطرت البيج كما كتشوفوا معي نوعات في تنسيقها بنيس بالهاب البنطالون هنا اخترت البنطالون وهو في الورنج اخترت البنطالون في الجرونه مع الحيداء اللي تواجه في الجرونه وهنا اخرى نقطعه هنا شميز مع البنطالون بالمارون كذلكじ الوعياذ المونطو اللي كتشوفوا معي بالاحمر الي جاتوي وانيق كذلك اخترت معي ايها نوعياذ التنوره اللي كتجيب حلها كذا وفي ها الطيات هذو اللي كتشوفوا معايا ونصومبل هنا بالفاغ فيه تريكو وفي ها تنورة هنا يكتشوفوا معايا انه من الصوف وفي هاد البوتون اللي كيجوم زيني تريكو ابياد الفاغ بالنسبة لهادو تنسيقات الالوان اللي كانين في الفاست كيفاش قدرت نسقهم المونتو تيال الكوير اللي كيجي طويل اطلال ديالو انيقا متميزة وعصريا الاسود مع الابيض القار ديكان اللي كيجي طويل بحل هكذا مع فسان اساسي اللي ضروري يخص يكون في خزان ديال كل البنت يعني هاد الفساتين كيجيوا اساسيين مع اللبس مع المونتو مع القار ديكان كذلك هادا خطرت هاد المونتو هادا مع البل مارو بالنسبة لتريكو ديال الكو المونتو يخترت وحتى هو بل مارو مع الشكل ديال البنتالون شوميز اللي كيجي بحل ماكا سخون وطويل بحل المونتو كيجي يعني مستور بنسبة للمحجبه وكذلك مناسب لغير المحجبه هنا خطرت انا هادا اللي هاد لاسان ديوغ اولو تخليه بحل هكا بالحزام فكيجي الاطلالة ديالو انيقا كذلك ستيل اللي مخيط به الكمي و هاد الفسان الشتوي اللي تقدر تطفو لي هلاسان ديوغ وطفو لي واحد القار ديكان يعني اذا كان البرد او لا تقدر تلبسوه بحل ما هكا بها الطريقة باش لابسه هاد العريضة مع هاد نوعي هادا الحداء الرياضي كما كتشوفو كذلك هادا شكل ديال المونتو اللي تصميم ديالو جديد هنا كيجيب الفوغير ومن جيهة الكل او كيجيب الصوف كما كتشوفو يعني التوب ديالو كي يكون صوف يكون بحلقة بالصوف كما كتشوفو معي نوع جديد من المونتويات او الترنش كوت كما كتشوفو معي كيجو انيقا هنا هادا دو بياس كيجي فاس قصيرا معه المونتو اللي يجي حتى اللكتاف تقدروا تنسقهم بطرق اللي هجبوكم وهادو بعض تنسيقات كافكار تقدروا تضيفوها تضيفها اليومياتكم كذلك تشكل هذه التنورة التي تجلبها الكبتين تجلبها الأزرار حتى تحت نايفر سنتيوغ لي تجمزينها من الأمام كذلك تشوفوا معي أن تصميمها الجديد وعصري وهذه نوعية الشميس يعني تنصيق هنا هي طويلة شميس طويلة تجلبها الغوب فساتين شفناهم بزاف الموديلات وبزاف تصاميم وهذا المفتوح من الكل يجلبها لك كافية سليس لها اخترت مع هذه الحقيبة التي تجلبها معك بالعقيق وكذلك هذه نوعية جديدة من غارديكان التي يكونون فيها الضفيرة بالصوف كما تشوفوا البناءات اللي وصلتوا معي حتى لا تنسوش تضيروا لايك الفيديو وكذلك تشاركوا في القناة اللي بقى مشاركتوش وما تنسوش أنكم يعني تدعموني باللايكات لكم لكذا الفيديو وصل الأكبر عدد ممكن لبنات ويستفدو حتى هما من جديد الموضة وجديد الأناقة والتعرفو على الملابس اللي درجع على الموضة هده السنة هذي فصل الخريف وكذلك نحط ملابس لفصل الشتاء هنا غنضر الميلانج كما تشوفو هنا ميلانج في هذا الفيديو هذا في ملابس لفصل الشتاء وفصل الخريف للمحجبة وغير المحجبة كذلك البنات كما تشوفو معي هذا انسومبل اللي كتكونهم هنا من فاست مع بونتالون أنا كيجي فيها تجوي بحل معاك فالتصاميم اللي كانت متميزة هده السنة هذي في جميع قطع الملابس بالنسبة للمونتو وكذلك الانسومبل يعني شفناهم بالتصاميم جديدة والكميم ديالهم كيفاش مصممين وكذلك اللبس اللي ولو تندونس هده السنة في اللبس ديالهم والتنسيقات ديالهم وكذلك بالنسبة للغارديكن هاد الشكل هاده اللي كتشوفو معي هاد المونتو هاده كيتلبس بحل غارديكن يعني كيجي هكذا بالخيط او لبستوف كما كتشوفو مع هاد النوحياد الفوغي هاده اللي كيجي في الكل وهاده بعض يعني بعض التنسيقات بالنسبة للمونتو اشو دارج الجديد وكذلك الاحذية الشتوية ان شاء الله تكونوا كملتوا معي الفيديو حتى الاخير وتكونوا استفدتوا معي من هاد التصاميم جديدة وموضة خريف هاد السنة هذي انتلقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم